ما دكتور أفهم من كلامك دكتور طارق أنه التأثير المباشر بيبقى على العضلات قبل العظام أو المفاصل يعني العضلات هيا بتتأثر بشكل مباشر الأول؟ كلام سليم تماما وهو ده اللي أنا كنت بقوله أنه هو هيبقى فيه حاجات تانية للأعضاء التانية يعني الوجع جيه لما أنت تعرضت الطيار من الحرارة لسقعة علشان العضلة انقبضت طب بقية الحاجات طبعيا مثلاً اللي عنده نزلاء غضروفي ليه في التعرض لدرجة حرارة قليلة سقعة أو في الجو بقى الشتاء حيبقى عنده الألام بتاعته زيادة عن أي وقت تاني علشان خطر أولاً قصة العضلة دي اللي احنا قلناها طب بعد كده العصب نفسه هو الأعصاب في الجسم البناء آدم في الأماكن المختلفة بتحس بالألم عند نقطة معينة العصب في تراتيف سوابعك بيحس بالألم عند نقطة بس العصب مثلاً في ظهرك بيحس بالألم عند نقطة والعصب في رجلك هيحس بالألم عند نقطة ومختلف عنده واحد والتاني في واحد تشك فرح مسرخ في واحد تشك ما حسش بحاجة قوي الإحساس بالألم عند العصب بيقل مع الطيار الساعي يعني بيقل يعني تحسه أكتر يعني كل ما تتعرض له تحسه بزيادة أكتر مش بيقل مش يعني ما حسش بالألم لأ هي العكس إحساسه لما يكون إحساسه بالألم يقل ده معناه أنه هو يحس بالألم أكتر لما يتعرض للطيار الساعي فبقى دي واحدة التانية الالتهاب الغضروف المتزحلق من مكانه أو مشاكل العمود الفقري عموماً سوى الرقبة أو الضهر من تحت أو الفقرات عموماً فيها جزء من الالتهاب والالتهاب ده هيزيد لما الدم يقل وإحنا اتفقنا أن حيحصل الحكاية دي بالزبط مع درجة الحرارة الأولية فالالتهاب كبراسس أو كيعني حاجة بتحصل في الجسم مع نزاق الغضروفي حتزيد فيبقى ألم الغضروف حتزيد طيب إحنا أكرمنا أن الأعصاب بتأثر العدلات العدلات بتأثر بالإضافة ليه العظام مين اللي بيتأثر أكتر؟ السيدات وهو مشهور أكتر إن إحنا يمكن السيدات بيبقى عندها أكتر نسبة لحشاشة العظام وضعف للعظام ولا الرجال وهل بتفرق في السن ولا لأ؟ مش عارفة بقى السيدات عندهم حاجة شوية مبهرة بالنسبة لنا هم عندهم كلهم مبهرين مش حاجة هم عندهم في بعض المواقف إحساس بالوجع مبالغ فيه شويتين وفي مواقف أخرى إحساس بالوجع وتحمله مبهر لكل الرجال فبالنسبة لألام العمود الفقري لا أحنا بنلاقي إن السيدات ممكن يتأثروا أكتر الكتلة العضلية عند الست ممكن تكون أقل شوية فبالتالي أمور هتبقى احتمالها أقل شوية يعني بالذات لو سيدة تكون مثلا رفاعة شويتين برضو كتلة العضلية تعييتها هتبقى قليلة ممكن لو سيدة مليانة شويتين ممكن تبقى كتلة الدهون زيادة فتعمل عازل فهي شوية هتفرق من حد التاني هي معتمدة في جميع الأحوال على إحساس السيدة أو الرجل بالألام ترجمة نانسي قنقر